بسم الله الرحمن الرحيم معنا يا ولادي الدرس الخامس في الوحدة الرابعة واللي اسمه الخوارزمية المعيارية في الاسم وده اخر درس في عمليات القسمة اخذنا قبل كده القسمة بنموذج مساحة المستطيل ووراها القسمة بالتجزئة النهاردة النوع التالت الطريقة المعتادة اللي احنا تربينا عليها الخوارزمية المعيارية يعني ايه؟ يعني الاسم المطولة العادية يجي لي رأس السؤال كده يقول لي اوجد خارج اسمه ما يلي من العدد الاولين ده المقسوم من العدد اللي بعد على المقسوم عليه طب الطريقة اللي هأسم بيها الخوارزمية المعيارية يعني ايه يا مستر؟ يعني طريقة الاسم المطولة التقليدية الاديمة العادية طب احنا ما نعرفهاش يا مستر بتتعمل ازاي؟ هنعمل شرطة كده افقيا وعمود كده رأسيا وشرطة على الجنب المقسوم اللي هو خمسمية ستة وسبعين نكتبه هنا زي ما كنا بنعمل في التجزئة ونوسع المسافات بين الارقام والمقسوم عليه نجيبه على الجنب الشمال ودايما كنت اقول لك بداية الحل شرطة عند الشمال في المقسوم خمسة على الاربعة وعشرين قليلة يجي ولد يقول نحطي فوقها صفر يا مستر علشان ما كتبش فيها فوقها حاجة طالما هي اصغر من المقسوم عليه اوكي طب عايزة سيبها فضية اوكي نجر وراها السبعة بقى في ايدي كم دلوقتي سبعة وخمسين السبعة وخمسين يا ولاد اكبر من الاربعة وعشرين طب اقول لولد فيها كام يقول لي معرفش معك حق طب عايز تعرف نلعب اللعبة نخب الاول ما على الاول ونقسم الباقي على الباقي الباقي خمسة على الاتنين مش موجودة في جدول الضرب خمسة على الاتنين نعتبر الخمسة دي اربعة انزل سلمة اربعة على الاتنين فهل اتنين الاتنين دي المفروض تكتب فوق بس انا منيش واثق فيها تنجح ولا تفشل هنجربها فين في مسودة نعمل لها برواز وهنا علامة فيه ونضرب في الاربعة وعشرين اتنين فاربعة بتمانية اتنين في اتنين باربعة يا طرى يا مستر التمانية واربعين دي حلوة ولا وحشة نجحة ولا راسبة اقول له لا دي حلوة وجميلة طب عرفت منين انها حلوة اقول له لانها اصغر من السبعة وخمسين يبقى اللي اتنين نجحت طالما نجحت نقول اهنية ايه البرواز يطلع لي فوق والاجابة تنزل تحت طب انزل التمانية واربعين منين من عند اخر شرطة اوعى تحط التمانية واربعين هنا وهنا لا عند اخر شرطة وصلت لها ونطرح سبعة نقص تمانية ماينفعش تبقى دي اربعة ودي سبعتاشر نقص تمانية تسعة واربعة نقص اربعة مفيش التسعة دايما نتج الطرح اصغر من المقسوم عليه محتاج مساعدة نطلب المساعدة من اللي عليت دور الستة نقولها لو سمحتي اركب الكطار ونزلي اركب الاسانصير ونزلي نزلت الستة جنب التسعة بدل ما هي تسعة بقت ستة وتسعين كبيرة طب اكبر من الاربعة وعشرين نعرف الاجابة ازاي نخب الاول ما على الاول ونقسم الباقي على الباقي تسعة على اتنين كبيرة اه بس مش في الجدول نعتبر التسعة تمانية تمانية على اتنين فهل اربعة نختبرها اولا يا ولاد نضربها لو جابت الاجابة دي اوكي لو جابت تألي منها اوكي اكتر ما تنفعش اربعة فاربعة بستاشر ستة ونطلع بالواحد اربعة في اتنين بتمانية وواحد تسعة الله ده شبه اللي معانا يبقى الاربعة نجحت طالما نجحت الاربعة تطلع فوق والاجابة تنزل تحت ونشد خط ونطرح خلصت المسألة وطلعت اسمها منتهية طب الاجابة كام اربعة وعشرين طب والباقي زيرو لان ما فيش باقي شفت سهلة وجميلة ازاي واحدة كمان الله حبيبي شرطاً بالتمانية ليلا نحط زيرو نجر الستة بقى ستة وتمانين كبيرة اول ما ديكون كبيرة العب اللعبة نخب الاول ما على الاول ونقسم الباقي على الباقي تمانية على الاتنين فهل اربعة نمتحينها الاول اربعة فاربعة بستاشر ستة ومعنا الواحد اربعة فاتنين بتمانية وواحد تسعة طلعت ايه وحشة لانها اكبر من بي طب لما هي وحشة نجرب الكام التلاتة لا صغر من الاربعة تلاتة فاربعة باثناشر وطلع بالواحد تلاتة في اتنين بستة وواحد سبعة اللي اتنين وسبعين حلوة لانها اصغر من الستة وتمانين يبقى التلاتة نجحت نقول اغنية ايه التلاتة تطلع فوق والاجابة تنزل تحت ونشد خطي ونطرح ستة ناقس اتنين اربعة تمانية ناقس سبعة واحد اللي اربعة تشر قليلة محتاجة مساعدة من اللي ينزل يساعدها اللي اربعة تركب الاسانسير وتنزل بقى في ايدي مية اربعة واربعين كبيرة طالما كبيرة العب اللعبة نخب الاول مع الاول ونقسم اللي اربعة تشر على الاتنين فيها السبعة مش واسقين فيها نختبرها سبعة فاربعة بتمانية وعشرين ونطلع بالتنين سبعة فواحد بسبعة واتنين تسعة طلعت الاجابة كام طلعت الاجابة تمانية وتسعين طلعت الاجابة كام يا ولاد تمانية وتسعين يبقى صغيرة ولا كبيرة زغيرة طب بدم صغيرة نعمل ايه نجرب كده تاني سبعة فاربعة بتمانية وعشرين تمانية هي ونطلع بالتنين سبعة في اتنين باربعتاشر واثنين ستاشر تمام يبقى انا كتبتها ايه خطأ يلا نزبطها ستاشر اهي نجرب الضربية تاني سبعة في اربعة بتمانية وعشرين تمانية ونطلع بالي اتنين سبعة في اتنين باربعتاشر وكمان اتنين ستاشر طلعت وحشة لانها اكبر من الارمية اربعة واربعين يبقى السبعة فشلت نجرب الستة ستة في اربعة باربعة وعشرين ونطلع بالي اتنين جديدة ستة في اتنين باتناشر واتنين اربعتاشر الله ده حلوة جدا وشبه اللي في ادينا يبقى الستة تطلع فوق والاجابة تنزل تحت ونشد خطي ونطرح طلعت صفرية طلعت منتهية يبقى ناخد الاجابة ستة وتالاتين ونروح لوحدة تانية يا ترى كل المسائل يا مستر انتهية لا نشوف دلوقتي شرطة عندي التلاتة تلاتة على الاثناشر ألاقي ولد يقولي فيها الاربعة أقوله يا ولد ده الزغير عالكبير ما تنفعشي احجز الخانة بزيرو أو سيبها فضياء نجر الستة بقى ستة وتلاتين كبيرة نخبل اول مع الاول تلاتة على الواحد فيها التلاتة نمتحنها هتطلع ستة وتلاتين الله ده جميلة ده شبه اللي معانا التلاتة تطلع فوق والإيجابات تنزل تحت اطرح طلعت اصفار سمع ولد بيقولي خلصت المسألة بقوله ازاي قال لي ده طلعت اصفار قلت له بس انت فيه ارقام لسه ما استعملتش يبقى ما خلصتش يا حبيبي اسمع ولد تاني يقولي ننزل اللي اتنين دول اكبر خطأ امال ننزل اللي على الدور بس يا ولاد اوعى تنزل رقامين دلوقتي طب نزلت الاربعة اربعة على الاثنشر قليلة يا مستر حامد سمعت كلامي يا مستر مش قلتلك ننزل دي كمان التمانية واربعين اقوله اكبر خطأ يقولي تاني اقوله اه يقولي ليه اقوله مش انت عملت اصنصير للاربعة اه وفشلت اه لازم تعاقبها بزيره الرقم اللي نزله ويفشل اديله زيره كده من حقك بقى تنزل التمانية في امتى ما نزلهمش ليه طب بقى في ايه لتمانية واربعين نخبل اول ما على الاول واربعة على الواحد في هالاربعة نختبرها هتطلع تمانية واربعين الله ده شبه اللي معانا الاربعة تطلع فوق والاجابة تنزل تحت ونشدي خطي ونطرح طلعت صفرية الاجابة كام يا مستر فوق هي حبيبي تلتمية واربعة عرفت اللعبة بتاعت التنزيل يلا نشوف واحدة كمان الله حبيبي بداية الحل شرط تسعة على الخمسة وثلاثين أليلة احجز بزيره نجر الخمسة بقى معايا رقمين وقبار نخبل اول ما على الاول ونقسم تسعة على التلاتة في هالتلاتة نختبرها الاول تلاتة في خمسة بخمستاشر ومعانا الواحد تلاتة في تلاتة بتسعة وواحد عشرة طلعت ايه كبيرة ما تنفعش نجرب اللي اتنين اتنين في خمسة وثلاثين ايطلع لك سبعين ده حلوة وصغيرة اللي اتنين تطلع لي فوق والسبعين تنزل لي تحت اطرح يطلع لك خمسة وعشرين ناتج الطرح يا ولاد لازم يكون اقل من المقسوم عليه طب ده محتاج مساعدة نركب الزيره اصنصير بقى في إلي متين وخمسين نلعب اللعبة نخبل اول ما على الاول طب خمسة وعشرين على التلاتة نعتبرها اربعة وعشرين علشان تقبل في جدول الضرب اربعة وعشرين على التلاتة فيها التمانية جرب التمانية تمانية في خمسة باربعين واطلع بالاربعة تمانية في ثلاثة باربعة وعشرين واربعة تمانية وعشرين طلعت ايه كبيرة ما تنفعش نجرب اللي اصغر منها السبعة سبعة في خمسة وثلاثين سبعة في خمسة بخمسة وثلاثين ونطلع بالتلاتة سبعة في تلاتة بواحد وعشرين وكمان تلاتة اربعة وعشرين طلعت ايه طلعت صغيرا وحلوة وتنفع يبقى نقول اللي نجحها السبعة السبعة تطلع فوق والمتين وخمسة واربعين تنزل لي تحت اطرح دي نقص دي يطلع خمسة والخمسة صغيرة منها يساعدنا الاربعة تركب قطر الصعيد الطويل وتنزل تقف جنب الخمسة تساعدها بأربعة وخمسين نخبل اول ما على الاول طب خمسة عالتلاتة ما تقبلش طب اربعة عالتلاتة ما تنفعش طب تلاتة عالتلاتة فيها الواحد والواحد دايما ناجح الواحد ناجح على طول واحد في خمسة وتلاتين بخمسة وتلاتين اطرح دول هيطلع لك تسعتاشر والتسعتاشر صغيرة يبقى بتمثل مين الباقي خلصت ايوة خلصت طب ليه خلصت مفيش مساعد ينزل يساعدها طب الاجابة كام خدها من فوق الاجابة متين واحد وسبعين وعا تنسى تقوله ان الباقي تسعتاشر شفت الجمال لبعدها بلا يا ولاد بداية الحل شرط حمد الاربعة دي اصغر من دي زيرو نجر التمانية ونخبي الاول مع الاول اربعة عالتلاتة كإنها تلاتة عالتلاتة فيها الواحد اوعد جرى بالواحد الواحد ناجح على طول واحد فاربعة وتلاتين باربعة وتلاتين اطرح يبقى دي اربعة وهنا واحد نتج الطرح دايما صغير من اللي علي الدار اللي اتنين بقى في دي مية تنين واربعين كبيرة طالما كبيرة العب اللعبة تشوفت الطريقة سهلة ازاي نخبي الاول مع الاول اربعة عالتلاتة مش موجودة في الجدول طب طلاتتاشر لا طب اتناشر اه اتناشر على التلاتة فيها كم يا ولاد اتناشر على التلاتة فيها الاربعة بس هنمتحنك الاول اربعة فاربعة بستاشر ونطلع بالواحد اربعة في تلاتة باثناشر وواحد تلات تاشر طلعت حلوة وصغيرة الا اربعة تطلع لي فوق والاجابة تنزل تحت ونطرح اتنينة الستة ماينفعش تبقى دي تلاتة ودي اتناشر يبقى هنا ستة وهنا زيرو زيرو الستة صغيرة نتج الطرح السبعة تركب قطار الصعيد وتركب الاسنصير وتنزل تساعد الستة التعاون الاتحاد قوة سبعة وستين على اربعة وتلاتين نخبل اول ما على الاول ستة على التلاتة فيها الاتنين نجرب الاتنين هيطلع لي الاجابة تمانية وستين اكبر من السبعة وستين ما تنفعش يبقى مين اللي ينفع الواحد والواحد ناجح على طول واحد فاربعة وتلاتين باربعة وتلاتين اطرح دول يطلع لك تلاتة وتلاتين والتلاتة وتلاتين اصغر من المأسوم عليه وما فيش مساعد يبقى خلصة المسألة فين الإجابة 141 وما ننساش نقول لعمه إن الباقي 33 يلا مع بعض نروح لمسألة تانية شرطة عند الاتنين صغيرة شرطة عند التمانية كبيرة نخب الأول ما على الأول اتنين على الواحد فيها الاتنين نمتحنها اتنين فاربعة بتمانية واثنين فواحد باتنين الله ده حلوة وأدل لمعانا البروز يطلع لي فوق والإجابات انزل تحت اطرح طلعة صفار سمع ولد بيقول خلصة تاني لسه في أرقام ننزل مين الواحد لوحده بس بس طب واحد أصغر من الاربعتاشر يعني ركب الأسانسير وفشل بقى احنا أكرمناك واحترمناك وتفشل لازم نعقبك بزيره كده من حقي أنزل الاربعة بقى في ايدي اربعتاشر اربعتاشر على الاربعتاشر شبهها يبقى فيها الواحد ياولاد وما ننساش نضرب واحد فاربعتاشر باربعتاشر خلصت المسألة تطلع الإجابة كام ميتين وواحد شفت الطريقة جميلة ازاي نختم بمسألة أخيرة الحلقة الجميلة دي شرطة عندي الواحد صغيرة نجر التلاتة بقى معايا تلاتاشر صغيرة اوعى تخبي لإني ده مازال أصغر من التلاتة واربعين نجر السبعة ونعمل ايه أولاد نخبي الاول مع الاول تلاتاشر على الاربعة كإنها اتناشر على الاربعة فيها التلاتة نمتحن التلاتة يا شطار تلاتة في تلاتة بتسعة تلاتة في اربعة باتناشر طلع الكام مية تسعة وعشرين حلوة وصغيرة وجميلة وأمورة البروز يطلع لي فوق والإجابات تنزل تحت ونشد يخطي ونطرح سبعة نقص تسعة ما تنفعش تبقى دي تنين ودي سبعتاشر اطرح تبقى دي تمانية زيرو زيرو من اللي على الدور يساعد الستة انزل قزينة انزل جدينا طلع الكبيرة نخب الأول مع الأول تماني على الاربعة فهل اتنين تعالوا نختبرها ونمتحنها اتنين في تلاتة بستة اتنين في اربعة بتمانية الله عليك يا اتنين شبه اللي معانا اللي اتنين تطلع لي فوق والإجابات تنزل تحت ونشد يخطي ونطرح طلعت صفرية نجيب الإجابة النهائية من راس المسألة الأصلية طلع الكام اتنين وتلاتين والباقي زيرو اسم منتهية آل المسائل الجميلة المتنوعة على داز اسم بالخوارزمية طريقة العادية مطولة تقليدية يا رب الدرس يكون سهل وبسيط ومفهوم يا أولاد